علي محمد ما اعرفش ان تحقلنا صورة خلفية شيقة لكن ما اعرفش ان تسمعنا ولا علي مساء الخير اه انت متعمد يعني ان الخلفية تبقى كده ماشي اه اه انا بس عايز ابدأ من من نقطة انا عايز ارجع الى الاول احاول ارجع الى الاول اتكلم منين علي الاول اينا تتحدث من المانيا اه انا حابب ارجع لعنوان الحلقة اللي هو الفرد والمجتمع والميندسي تمام بس قبل كده محتاج ارجع خطوة الوراء او حابب ارجع خطوة الوراء وانطلق من فكرة اللي بتقول او الفكرة اللي بيروج لها ان فكرة الميل الجنسي المغير او غيره من الميل الجنسية ده بقى امر واقع ومش بقى امر واقع بقى حقيق علمي الحقيقة ان ده موضوع عندي حتى لو انا بتكلم به او بحاول نقصه من مرجعية علمية بحتة لا هو امر علميا لا يمكن الجزم به يعني طيب ايه اللي انت شايف علمية ممكن الجزم به حال نرجع نقطة احد المشاركين قالها ايه هو العلاقة ايه الفرق بين الفكس ووجهة النظر اه فيه ميول الجنسية مختلفة اه هل الميول الجنسية المختلفة ده نتيجة تجارب اجتماعية او كيميا في المخ او حتى علاقات تانية الجزم بانها مش نتيجة دوت هو امر خاطئ لان حتى المجتمعات العلمية بيتدخل فيها عراء جديدة كل فترة عن تأثير التعرض لأفلام جنسية في الصغر على ميول الجنسية للشخص بالشخص تأثير التجارب دي كل دي نقاط لم يتم يعني جزم فيها بشكل ما بس حتى لو تم معلش خلييني بس اقف صغيرة تخلص في الحتة دي يعني الناس اللي بيسموها يعني فيه واحد بيحب الشقر مسلا واحد بيحب الستات الكبار لانه هو وهو صغير اول تجربة جنسية كانت مع الست العملة المنزل مسلا يعني ده بيعمل تشكيل اللي بنسميه الرغبات الجنسية وبعدين يعني ايه اللي هيحصل يعني اذا انت افترضت انه فيه مجموعة من العوامل بتشكل الميول الجنسية عند البني ادم يبقى انت عايز تعمله تسجوته على الزيرو تاني ولا ايه اللي ايه اللي انا عايز اقوله داي رجعنا النقطة ان بعض الناس المشاركين قالوا ان انا اتولدت بقيت الميول الجنسية بهذا الشكل هو قد انا بلو قالك انا اتولدت البرفرنس دي الجزم بانها شخصية غير متدخل فيها اشياء تانية اثرت على التجربة بالاجابة او بالسلب داش منطق غير علمي يعني ما اقدرش انا كشخص اقول والله ماشيا بس انا رجيت على النقطة دي وقلت لك انه بعدين صوت يعني انا انا بقوله لك انه صوت صوت اتشكلت البرفرنس اتشكلته بعدين الى هذا المنطلق يعني كونه السيكشوال بريفرنس في المطلق او الهوموسيكشواليتي او الهتروسيكشواليتي في المطلق ما بقيتش حقيقة علمية ده هينفي عن كونها ايدينتي ودي نقطة اللي هتاخدني بقى لفكرة ايه العلاقة بين الفرد والمكتنم المشكلة الحقيقية بالنسبة لي كشخص ان انا بواجه فيما يعتقدون ان الميل الجنسي المختلف ده ايدينتي ان انا بيتم حصري لو انا ضد القضية دي ان انا شخص او غير متحضر او غير متعاطف انسانيا او بيتم حصر انسانيتي وتقييمي من منطلق منظوري للقضية دي فلو انا مع القضية دي فبقى انت شخص كويس او ضدها بقيت شخص وحشي بس انك انت عملت كده قفزتين عالسريع يعني في المنطق اه انا انا كل دي كل دي مقدمة لنقطة لنقطة تانية اصلا انت عملت المقدمة بتاعتك دي انا عاربش انت هتوصل بين الفين بس انت انا بسجل بس من دلوقتي انك انت عامل قفزتين لانك انت شاغل نفسك بحاجة مش بتاعتك خالص يعني انت خليت الهوية بتاعت واحد تاني وما يقوله عن نفسه بتهددك انت وبقت هي الهوية دي بتخليك انت يتقال عليك حاجة انا مش فاهم انت جبت الحكاية ازاي بس مش كامل انت 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 ان تكونها لم تظل هوية لان انا احولها من اختيار جنسي لهوية ده بيترتب عليه شكل من الاشكال التعرض للإحساس بالمظلومية لما انا انتقدها وده فرق كبير جدا يعني انا لما انتقد بيولك الجنسية وهي هوية وتقول بقى هي هوية جندرية انت كده تعتبرها انتقاط شخصي لك ولكن لما انتقد بيولك الجنسية انا شايف ان ده شخص حاجة مش طبيعية او مش سوية او ده لا على فكرة لا يعني بالضرورة ان انا بافترط ده مش ده في الاخر ده نهاية رأيي لكن كونك ان انت خدتني لنقطة ان احنا بنتناقش دلوقتي الاختيار ده في الاخر ده هويتي والعلم بيقول كده فانت حطتني زي يقوله كده في الكورنر ما ينفعش انتقدك كلام ده ولما انتقد اختياراتك في المجتمع او دور المجتمع او تأثيرك انت كفارده ودايلة تأثيرك في المجتمع ايه فهذا مش مسموح لي ان انا اعمل كده وده النقطة الاهم لان حتى دكتور المشارك معك في الحلقة لما حط معايير للتقييم المعايير دي واسعة جدا تدخل حاجات تانية غير مقبولة في مجتمعات غربية داخل الامراض الجنسية يعني مثلا هم ليه في المجتمعات الغربية بيحرموا العلاقة داخل العسرة مع انها لا ينطبق عليها اي من الثلاث معايير دي يعني انا دلوقتي قررت ان انا اعمل علاقة مع والديتي هل هل تطبيق المعايير دي هيحرفها على انها انحراف؟ لا لا مش انحراف طب ليه انا قررت ان انا اتوافق على المعايير الواسعة دية واخدها منطلق ان انا الميول الجنسية او الهوموسيكشواليتي انا برضو تاني مش عايز ارجع لنقطة ان ده طبيعي او مش طبيعي لان انا بشوف ان انا متفق مع الرأي ان اه ما فيش انسان عادر يحدد من يوله بجنسية مية في المية وفيش حاجة اسمها هيتروسيكشواليتي وفيش حاجة اسمها هموسيكشواليتي لا اتس وايد رانج في حاجات كتير النقطة التانية بقى انا دلوقتي كشخص هوموسيكشوال في مجتمع لا يعترف بالهوموسيكشواليتي انا ليه منطلق من منطلق الامور الوردية ان المجتمع لازم يتقبلني وان الاخلابية لازم يتقبلني ودي في الاخر زي ما يقولو كده فانتزي يعني مقدرش ان انا افترض ان اي مظلومية او اي مجموعة تعرضت لظلم ممرتش بصراعات زي ما حد تكلم عن الابودية وغيرها من الامثلة يعني ممرتش بصراعات واخدت فكرة ان المجتمع وانها تتأقلم مع المجتمع متغير في متغيرات انا شخص عايش برا في المانيا والمجتمع بيعلي حرية الفرض على حرية المجتمع ده 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 عنوان كبير بس في الاخر انا لو رب تدقني والبست جلبية في الشارع اتعرض لعنصرات وانا قابل كده واي حد هيقول لي غير كده هو شخص عايش في الفانتزي طب ليه انا كشخص بقى عندي ميول جنسية مختلفة شايف ان انا لأ لما نتحدث عن الميول الجنسية لازم المجتمع يقبل بكل حاجة بغض النظر انا كشخص مريت بالتجارب وتضحيات عشان اوصل للنقطة دي ولا لا فانا عايز ان انا انطلق من نقطة 100% من لا شيء ولما اتحدث عن الموضوع ده بالزات لازم اقضع معايير مختلفة معايير مختلفة غير وقعية يعني انا بقول لك انا شخصا بتتكلم بقى هل في مجتمع حتى اكثر المجتمعات تحرورة والديموقراطية اللي بتوعلي حرية الفرض على حرية المجتمع بتقبل بمية في المية من المعايير والاختلاف بقى ده كلام مش منطق وكلام مش وقعي فانا كشخص عندي ميولجنسية مختلفة لازم اضع يعني انا شايف انك انت عمال تعمل قياسات مش عارف هقدر اتفق معك فيها كلها ولا لا انا رأي انها فيها مشاكل منطقية كتير بس خلينا اسمع سارة من القاهرة سارة لو تقل هو تاني الحماس بيتكلم بيه استاذ خالد هو بيعبر عن وجهة النظر انا بقول يعني فكرة ان انا عندي رأي مركب انا عندي رأي مركب بس انا عندي رأي مركب ده بيقول ان انا مش مع اي حاجة بيحصل في المجتمع بس الناس الوقت انا وقعي كفاية ان انا افهم ان الحاجات دي هتحصلها هتحصلها انا وحدش انا ان هي مش هتحصل كلنا عافية بس فهادي نقطة تاني نقطة انا اعرض نظري بين العلاقة بين الفرد والتداخل الهوائر بس فهادي نقطة تاني نقطة انا مش مطالب ان انا اوصل لفعيد يعني في الاخر انا بعرض اي فا اي دي انا مش مش حد سياسي او مسؤول فتقولي حدارك فا اي اي اف انا مش مطالب اي انا انا عاصلي رأيك ده ما يترتب عليه ما يترتب عليه ما يترتب عليه ان انا كمجتمع مش من حقي اقهر اي حد ومش من حقي ان انا او سبب اي ضرر لاي شخص احنا بنلف معك يا علي في نفس النقطة يبقى تروح تقوله للمجتمع ما تقولهوش لي انا مجيشت يقولي لا انا هقولك انا هقولك ليه ابنوب بيقولك كده لساحتش شخصية علي منتهكة انا هايبيش شخصية اصلا منتهكة انا سريري منتهك هو عمو النبي علي بيقولك ان هو ضد ده لكن المشكلة السؤال اللي بيطرحوا عليك ابنوب واللي يمكن خالد برضو طرحوا انك متجيش على المقهور وتقول له لا انت تطوع نفسك وتزبط امورك مع المجتمع لا لا ده أسيء فهمي في هذه النقطة. انت قلت انك انت ما ينفعش انك انت تبقى ماشي في الشارع بشكل معين ما ينفعش انك انت تتعبر عن ده الشكل واضح ما ينفعش انك انت تعلنه لان المجتمع رافض ده يعني انت قلت الكلام ده. انا قلت ان انا كمحمد انا كشخص انا كعالي انا قابل ان الشخص ان عابنوب يعمل لهوا عايته في الشارع. انا تكلم انا. ولو اغلبية المجتمع زيه هتابل اللي عابنوب بيعملوا في الشارع. انت عارب انت زي ما تكون بتقول لي. زي ما تكون بتقول لي مثلا انك انت شخصيا ضد مسألة انه حد يبطهد السود. لكن برضو السود لازم يتفهموا يعني في مجتمع كله ابيض وفيه عنصرية لازم يتفهموا ان هذا تحصل معهم يعني. خلينا احط الموضوع ابسط تبسيط موخيل شوية في النقطة ديت. احنا كل البشر عنصريين. اه كل البشر عنصريين. بيتوجه لي تهمة ان في حد انت موافق على اللي يحصل لكزا. وانت موافق بالتبعية على الكلام بص ما تردش على حاجة ما تقاليتش. يعني احنا عمرنا. لا لا اتوجه لي من ابا نوب بتعليق ما عارفش اذا تعليق على رأيي انا او تعليق بالعام ان تاريخي الانسانية او تاريخي المثلية على مدار التاريخ بيتم تشويه. نعم بيتم مسحه. ده بيتم مسحه بسكية.